كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان ترجمة نانسي قنقر ماذا وقع أخو يا رب تبقى كبيرة ربما غتتتكلم وغتتصغر إن شاء الله أقول أخو يا شو وقع لكم مجوش بيانا من 2006 عيات بنت الضوار كتعرفني وكن عرفها وهي غاديا معيها مزيانا المهمة يقريم ديانا العاملة زيلاد وشيتانا الطانطان نعم اجبتها هنا ومليج هنا بيك الساعة جينا غار بحواججنا المهم العلاقة الحال المهم ولكن الحمد لله دابا الحمد الحمد لله واشكرنا ودي عمي الحش الحمد لله وصافي وقد جامنا يا وقاري الدار مهم وهي ديكساء غادي معي مزيانا قد صغي قمشي قد قاري قا واحد سنة في الجامعة في الحرب محرب أمي ممتاز ايه ايه وقد صمت لله ديكساء غادي معي مزيانا غادي معي مزيانا وقد ريوشا ولكن دابا واحدة خمسة سنين هادين ايه خارجها قداما فالدور ديال الناس ايه المهم كانت تخرج معادي في السبعة ديال ديال الصباح نعم وما كانت جيتال واحدة ديال الليل الجوج وكان قولي أنا لا ما تديريش فعلاك كرة ما يعرف لك شي واحد يضربوك الطريق ولا نسدقو في المشاكين وما كانت تبغيش ايه المهم كانت تقولي يا لأ أنا عارف عش كانت دير حجر انت غرح ستين فرسق غيرها كده وكده وخليتها ايه وصافي تبا من واحد عام ونص دا بادي خدمة في واحدة الخير ايه في الليل ايه المهم خدمة في الليل والصواعير ما طلب غا تعاوني جعل الصواعير كتقولي يا ديال شي باش خدمة هي غلتية غير ديالة بوحدها كتقولي يا مدخل في انت يا المهم خلات يا ديالة باك أنا عونها في المسؤولية ديالة تاري وديال المترساء فطار المهم منعات لي ديالة برسها من النكاح ومن الفراح ومن كتقولي يا أنا أنا وياك تلقنا في شرع الله بكي نعرف لك غيد ما تليت بغيتك كتقولي يا بغيت ما بغيتك ملو لك واث 17 سنة هذي ديالة جواج ما عمرني أنا التعديت عليها وقالت لي يا بقات في هذيك السنوات اللولين بللي يالله جينا هنا بقي خدمنا عربة ربعين دلم ديالة ساعة وكرت تاروكات المهم قالت لي يا ما تحليتي في هذيك ساعة ما تطعطين فلوس ما وصابرة ديالة ساعة ما تقول ولو وما عمر خصنا شي خير عود يعمل حاج كيعطيونه لا إله هيد الله هذا هو مشكل لا حضر الساعة عبدالله أخوي احنا قلوبنا معك أخويا عبدالله لا إله هيد الله الله يفرج عليكم أخويا عبدالله إن شاء الله ربي إن شاء الله غني يفرج ديالة ساعة وكرت تاروكات ديالة ساعة وكرت تاروكات وشاكل في الدار في الماء وطوك وشي ديالة بإذن الله الواحدة تعمل حاج مقص نوار والحمد لله وقدمتها هي في الخيرية وقدت حتى التعويضة ديالة ديالة وقدت قول لي قلت لي بغيتنا فرح معا وقدت حق معا موهيم نفرح معا الوليدات وقدت تقول لي ما غريش تنسى ديالة سنوات لولين وتهدبا تكون معايا مزيانة وتفراح واضحاك ما غريش تنسى دك شي لا حول ولا قوة إلا بالله الله يفرج عليكم أخويا عبدالله يا ربي الله يفرج عليكم الله يسعد قلوبكم أخويا حافظك الله ورعك لا حول ولا قوة إلا بالله أخويا عبدالله العلاقة الزوجية هي سر من أسرار الله يمكن أنك تتم غادي في وحد الفترة زمانية غادي على بركة الله وعلى سلامة الله وحد الفترة يوقع فيها انعراج يوقع فيها فطور يوقع فيها إحباط ويوقع علي فيها برود عاطفي ويوقع علي بركان وزلزال قول لي حافظ ربي عز وجل لا رغا دي مسلم غا دي راضي بش مقسم الله تعالى هكذا الحياة الزوجية جعلها الحق سبحانه وتعالى لماذا قال ربنا في كتابه العزيز ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة رحمة هذك الرحمة غزيدة لو قال ربنا عز وجل وجعل بينكم مودة المودة يذك المحبة بين الراجل والمرأة نهر الأول أنت سي عبد الله كانوا من يدك نساء العالم لكن اخترتها هي دون غيرها وهي كذلك ربما خطبها فلان وكان بغيها فلان ولكنها رفضت الكل وبغتك أنت فأنت قادرها وهي قادرك وكان هناك محبة ربي عز وجل قال وجعل بينكم مودة هذ المودة كل عنده عمرها قصير كيدوز ربما غير شهور أو بعد عصنين وكلي غير بضعة أيام أو أسابيع وهذك المودة كتزول هنا ربي عز وجل قال وجعل بينكم مودة ورحمة هذك الرحمة ما كتزولش واحتى الرحمة يسروها بعد العلمة هي الأولاد من اللي كي يجيوا الأولاد كتعود المرأة كتحتارم الراجل وكتقدروا أرغم كل عيوبه لأنه أبو الأولاد والراجل بدوره كي يحتارم المرأة وكيقدرها وكلقى لها الأعضار رغم عيوبها لأنها أم الأولاد هذه الرحمة هي الأولاد سعد الله الكلام اللي قلت أنت الحد سأسمعناه هذا كلام ما في عيب أنت راجل المكافح راجل المناضل راجل علاقة للحياة طالب مع عشو وكونا طالبين مع عشنا بجي تكتنتقل من أزيل حتى الطنطن الحياة في الجنوب كانت رخيصة شوية كانت فرص العمل دمرتي تعبتي وكفحتي ودرت يتدار ودرت يوليدات بعض النساء اللي عندهم واحدة روح استهلاكية دائماً كتقد خبي في النفس يد يلها وكتقول الرجل راني مدوز تم أكوانه يا عبدالله هذا مش أنت الوحيد لقتلك المرأة هذا الكلام هذا وقع في أهد الصحابة رضي الله عنهم الجيل القرآني الفريد صحابة أجل منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة فالنبي الكريم جاءته شكاية من عند عموم الصحابة راني سادي ناكي طالبوا ملكادا كي طالبوا كادا وقالي مشكل لأن من لوقات الهجرة من مكة إلى المدينة الناس دي المكة كانوا معروفين بأنهم ناس قانعين المرأة المكية قانعة اللي اعطاها الله هو هدك المرأة في المدينة كانت حقوقية كالطلب بالحقوق وعند الرأي مسموع وخص يكون وخص يفعل فمن لوقات الهجرة واختلط الناس فيما بينهم هذوك النساء اللي همكنوا قانعات وصابورات ولوك يتأثرنا من النساء المناظرات المكافحات المطالبات بالحقوق فالراجل تبدلت عليه المرأة كل صحابي من المهاجرين يقول لي رسول الله مرأة تبدلت عليها كان في اللو الهينا لينا ده برأة رأة رأسي برأسها وكلمة بكلمة النبي الكريم من اللي وقاتل هذه الكثرة هذه الشكايات كيفش قد يعالجها واحد المرأة كان رمضان النساء قاتل لماذا يا رسول الله رفعت صوتها في حضرة النبي المصطفى صلى الله وسلم وكي قل الراوي قامت امرأة سعفاء الخدين يعني لم تكن منقبة ولم يكن هناك نقاب في ذلك الزمان كان اختياريا قامت امرأة سعفاء الخدين يعني صوت يرمينا قوية هذه المرأة مناضلة هذه المرأة حرة هذه المرأة أبية النبي الكريم لما سمع طريقة الانفعال ديالها نظر إليها ثم أطرق إلى الأرض هكذا قال الراوي نظر إليها ثم أطرق إلى الأرض وقال تكترنا اللعنة وتكفرنا العشير يعني أن المرأة فيها واحد صفة مش يقول النساء هدوها النساء اللي كانوا في ذلك الزمان تكترنا اللعنة كتقول كتقول كلام فيه الله يعطيك كذا وولديك وولادها كتقول كلام هكذا معروف عن الجميع تكترنا اللعنة وتكفرنا العشير يتقول صحابي نفسها يا رسول الله ما معنى كفران العشير قال لا تضعوا إحداكنا خيرا بعدها على ظهرك فيها والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم دربوا حركة باليد يعني قلب يدو قلب يدو وقلب أن الإنسان الرجل يضع ذلك العطاء للمرأة فوق يدها من الفوق مش من الكف تضعوا إحداكنا خيرا بعدها على ظهرك فيها وقلب الكف في دياله يعني بحالما درواله ففهمت النسوة بأنهم فرطنا في حقوق الأزواج طبعا هذا الحديد حديد صحيح في المخاري وكان هناك عبر التاريخ مجموعة منظمات نسائية حقوقية يرفض له ويقول أن هذا حديد فيه تمييز ضد المرأة وفيه تصوير مشين لوقع المرأة ولكنه حديد صحيح حديد وارد في صحيح الإمام البخاري بسند متصن وليس لنا إلا أن نقف أمامه باحترام وتقدير ونعتقل بأنه من كلام النبوة وفيه أنوار النبوة ويصدقه الواقع واحد المجموعة للأوسط إلا سولت ويقول لك الواقع هكذا فكان الصالحات القانتات الطيبات الطاهرات العاففات وما أكثر هنا وكان واحد صنف تاني من النساء هالصفة من الصفات فلا تتعجب أخي عبد الله وميدون ركش راسك هذا واقع واقع أنا رأيته بعيني كثيرا عند عدة أوسط لقيتها ناس كبار في المقامات ناس عندهم مقامات ناس يقاموا لهم ولا يقعد وكيجيح دمراتو كيجلس وكيقرد وكيعد بالرس غير ولكن في الحياة العامة قوي وعنيف والناس يقدموا لي مئة سلام يضربوا لي السلام ولكن مع الزوجة هكذا الواقع هذا واقع ربنا عز وجل وضعه في بعض الأوسط فعليك أخي عبد الله أن تتعايش معه هدك واحد الصنف من النساء كتجيب واحد الحالة من اللي كيدر الاستقلالية المادية كتستقل على زوجها من اللي كتكون عندها ما عندها شي كتكون ربما كيف يقوله بالمثال المصري كتت مغمضة ولكن من البعد من اللي خدمت في الديور أكيد أنها قد طلع على أسرار دي الأسر كبيرة معروف الخادمة تاع البيوت كيوقع عنهم واحد تطور كبير كيلي كتبقى دائما في سباقتها ولكن كيلي كتدخل واحد الأوساط هدو كيعيشوا الأغوبين هدو كيعيشوا بواحد تحضر هدو واحد المدنية واحد الفترة الزمنية كتقلق لمن تبدلت وأعرف واحد كبير من الخادمات اللي دوزوا واحد ثلاث أربع سنوات بحلال زي تمرأ وحتى تمرأ كتتبدل في الفكر في السلوك كلي كتتبدل إيجابيا وما أكثر كتتعود من الضباء حادقاء واعياء متقفاء كتتكلم بالعبار بالميزان كتدير الحاجة متولة تقول هدو تبارك الله عيشها في بيت الأكابر ويتعلمت بسرعة وكين لك يوقع لها واحد النوع من الاحتقار دي الحياة السابقة من اللي كترجع عند العائلة وعند الأحباب كتتبرد في نفسها كتتقول لك شوف القادر جعلني خادمة شدك يعيشين واناك يعيشها وكين لك يوقع لها النفور من والديها من أمها ولكن لك تبزوجها أكيد ستنفرر من زوجها فهذا تحصيل حاصل أخي عبد الله الآن كيف يمكن أن تتصرف التصرف هو تعتبر بأن هذه السلوكات هي حالة مرضية بحال السخانة بحال الروح بحال الحمى تتصيبنا جميعا أي واحد فينا ممكن يوقع هذا الواقع كانوا في رجال كانوا بوسطاء محتوما غير توظفوا مشالواحد السلك عالي المقام ولا في السلطة ولا تعندوا واحد السلطة وكلمة بسموها كيتمدل كلية يعني إذا ما تعرفوش ما يسلمش عليك ما يدرش ليك ما يتكلمش معك هذه النفوس القضية غير مرتبطة بمرأة ورجل بذكرين أو أنتا هي مرتبطة بالنفوس والنفس المشرية كتلقاها هكذا خلقها الله سبحانه وتعالى ميالة كين اللي مرتبطة بالإيمان ما كيغرها تحاجع كين النفس الشبعانة بالإيمان لا يغرها لا عطاء ولا مدع ولا مدح ولا دم لأنها مرتبطة بالله وكين نفس المريضة كتبتل فانتا الأخوة عبد الله أمام واحد الوضع لا تحسن عليه ولكن مش أنت بوحدك راهل منك كتير وكتير وكتير بزاف كين غد درسي عبد الله غد تعامل مع المرأة بدبلوماسية الدبلوماسية هدف هذه الحالة الغضب لا ينفع العنف لا ينفع القضاء ما عنده ما يدخل في هذا هذا القضية مرتبطة بعشر زوجية غد تستعمل واحد شوية ديبلوماسية غد تستعمل واحد طريقة لابقة في التعامل مع المرأة والمرأة تتعرف بأن هذا السيد رأى أبو أولادها خصت تعرف بأنه ادخل عليها ماركوم سعود قبل كانت فقيرة من فقارة ولكن من اللي تزوجت مع هذا الرجل ادخل عليها ماركوم سعود الله في نولات ارتقت وعطاها الله النعمة علينا أن نشكر النعم لأعطانا الله وحد النعمة نشكرها لأن المعاصي تزين النعم لأعطان الله شي نعمة وتبتر واستعملها بالكبرية والخيلاء والسخرية رقد تزول عنه إن المعاصي تزين النعم خاص لي عقل هذا المرأة ويقول لها مدام ربي عز وجل لأعطاك هذا الخير عيش انت وزوجك وأولادك في هذا الخير والسعي عليهم طبعا الرجل ولا نفق النفق على الرجل المرأة لا نفق الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم نفق من حق الرجل ولكن المرأة من باب الأريحية من باب التعاون من باب التآذر حتى يكتساعد إذا كانت خداما والرجل ما في حالوش كتساعد من واحد جهة معينة حفاظا على أسرتها أخي عبد الله لعل زوجتك تشكو لو سولنا هي غتقلنا كلام آخر غتقل لك أنا وسولناها وبغي نعرف نوضع الأصبع على الإشكال ديالها غالبا غتقل لنساء مثل هذه الوضعية محتاجة إلى العاطفة وربما كتخدام ما كتعطيهاش العاطفة وربما كتغافل ومتحب ربي لي عالم بك لأن العيانات من هذه الشكل من اللي كتسولهم وكتعرف المشكل الأصلي ديالهم المشكل مش الفلوس والمال والتروة والأبغاء والعائلات المشكل عندها يتسمى موقظة فيكسيوم عندها نقصان في العاطفة عند العاطفة ديالها مش معاناش فيها أنك ربما غفلت عليها وده واقع الرجال الرجل خدام بالليله بالنظهار وكيش للدار متعب وكيسد عليه الباب وكيشرب قيوة ويقرى جريدة ولا الطابلات وممساليش مع المرأة المرأة كتو أجمع كتجمع 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 ومن حق تجمع لأن تي بشر وخصها تلقى العناية والرعاية والإحساس الجميل كتدوز واحد فترة زمنية من اللي كتقوة وكتدين الاستقلالية المادية أول من تنتقيم منه هو من كان سببا في حياتي السابقة كاللي كي يتهم القدر يقول لك شوف القدر أجدالية وكاللي كتدوز مباشرة للزوج كتقول لهم أنت السباب وكاللي كتكون غير متزوجة كتقلب على شي ضحية إما الوالدين وإما الزمان وإما المجتمع وإما وإما فهذا أمراد نفوس أخي عبدالله وغن تكلموا عليها في حلقة مقبلة تجليت عن نفوس العاقل وهو اللي يخلي نفسه زكية مرتبطة بمولاه وغن تتعامل مع الآخرين بخلق حسن هكذا أوصاد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصفة بسيطة للنجاح والفلاح اجعل نفسك مرتبطة بخالقك وخالق الناس بخلق حسن وخصوصا الزوجة كلمة طيبة ضد رحانية ستغضب عليك واحد نهار نرمس ما اعتوانه على قبل الوليدات والعشر اصبر واحد الوقت ان شاء الله ربي غنيهديها واجمع الشمل فيما بينكم الله يكمل لك الرجاء ويساعدك يا أخي عبدالله ويجعل زوجتك مع جميع زوجة نساء المسلمين من الصالحات القانتات الذاكرات الطيبات المباركات اللهم أمين يا ربي كريم